إنما مع ذلك اللي بيعقد الموضوع أكتر في المواجهة بين النظام المصري وبين حزب الله إنه فيه محور تالت. المحور التالت هي إيران. لأنه مصر اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه هو اللي درب المتهم الأول. واتهمت كمان تنظيم حزب الله في مصر إنه تلقى تدريبات على أدين موظفين في قناة فضائية إيرانية. أغلب الظن طبعا هي قناة العالم. وبرضو إسرائيل دخلت على الخط لما جريدة عبرية قالت إن إيران خططت لاغتيال مبارك أثناء الحرب على غزة. أوحد كده الجريدة إنه إسرائيل يعني لها يد في اكتشاف المخطط. طبعا إيران مهتمة بشدة بقضية حزب الله. مهتمة. صحيح. لكن أغلب اهتمامها النهاردة منصب على موضوع تاني تمام. منصب على مشروعها النووي. اللي أعلنت تقدم جديد فيه بامتلاكها للدورة الكاملة لإنتاج الوقود. لما افتتح الرئيس نجاد لأول مصنع لإنتاج الوقود النووي. ده تطور خطير في حد ذاته. وخطير كمان لأن إيران دلوقتي هي اللي في إدها زمام المبادرة. هي اللي بتحدد إطار المباحثات مع الغرب. إن إحنا دولة نووية مفيش وقف للتقصيب. اخبطوا دماغكم في الحيط. ومش إيران لوحدها بتنطح أمريكا والغرب. كوريا كمان شد حلها. انسحبت من المحادثات السياسية مع الغرب. بعدما الغرب هددها لما أطلقت قمرها الصناعي. الانسحاب الكوري كان صفعة لأمريكا بالذات. أكد أن أمريكا في ورطة حقيقية. ورطة داخلية من ناحية. بأزمتها المالية. اللي يبدو أنها لسه بتتفاقم. أظن أهم معالمها أنه رمزين من أشهر رموز أمريكا بيانهاره. جنرال موتورز. اللي بتعتبر درة التاج الأمريكي. جنرال موتورز على حافة الإفلاس. والتانية لاس فيجاس. لاس فيجاس. بكل بذغها وكازينوهاتها. هي كمان بتموت. إنما أمريكا كمان في ورطة خارجية مش بس مع إيران. ولا بس مع كوريا. أساسا الورطة الخارجية في أفغانستان وفي العراق. في العراق الإسبوع ده كمان لسا الأمن بتزيد فيه المشاكل. خمس عساكر أمريكان اتقتلوا في هجوم تحاري في الموصل. وبعدها كمان اتقتل عسكري. وأصيب أربعة في انفجارين شمال بغداد. وبعدهم عسكري كمان في انفجار في كربلاء. بتقول جريدة الاندبندنت أنه تفاؤل العراقيين بعد سقوط صدام اتحول إلى يأس بسبب تدهر الأمن مهما قالت الحكومة. لأنه بالرغم من كلام الحكومة عن تحسن الأمن لسا بالله رئيس أمريكا بيزور العراق خلسة. ولسا الحكومة مستخبية في جحرها في المنطقة الخضرة. في الصومال أمريكا كمان ما هيش في وضع أحسن. صحيح أخيرا حرروا الأبطان الأمريكي بالقوة وقتلوا ثلاثة من القراصنة. إنما القراصنة بيهددوا بالانتقام بأن أي سفينة أمريكية تقرب حيقتل ركبها. والإنبارح نفزوا فعلا هجوم على سفينة أمريكية وإن كانوا ما نجحوش في اختطافها. بتقول جريدة الجارديان وهي بتحكي قصة إنقاذ قبطان السفينة المخطوف. إن أمريكا صحيح غرأت القراصنة. إنما مع ذلك خلاص عصر القوة ولا؟ بالرغم من كل أساطيل أمريكا وأساطيل الأطلنطي في المحيط الهندي وفي خليج عدن. وبالرغم من التدخل العسكري الغربي الناجح مبارح أو المبارح السفن عما لا تتخطف يوم بعد يوم منهم سفنتين أخيرا بيحملوا علم مصر. النقل البحري إذن في خطر أو زي ما بتقول الهيرال تريبيون فيه فوضى في البحر نتيجة للقراصنة. لكن في الصومال ذاته الناس بيبصوا للقراصنة بنظرة تانية خالص. بيبصوا لهم كأبطال. خاصة إن تجارة تجارة القراصنة الرابحة حولت المدن الساحلية لمراكز تجارية وأنعشت أحوال السكان. حتى الإسلاميين في الصومال منهم مثلا حركة الشباب المتشددة بتأيد حق القراصنة في الهجوم على السفن الأجنبية. إنما بتأيدهم لسبب تاني مختلف. لأن هذه السفن في رأيهم مش مفروض يكون لها شأن بالمياه الصومالية. مش بس بتخلص على السمك اللي في البحر. لا بتتخلص في البحر من النفايات. المسألة مش بس صيد غير قانوني لكن كمان تتخلص من نفايات ومنها نفايات نووية. لذلك دول حلف الأطلنطي وأولها أمريكا. هي دول الجامعة العربية وأولها الدول المطلة على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وعلى المحيط الهندي. أظن بدل ما تجتمع بدل ما تعمل خطط بدل ما تبعث جيوش بدل ما تصورنا الإصلاع على أنها كلها حماية للتجارة الدولية وحماية للأمن القومي وحماية للبتاع. عليها أولا أنها تحمي الصومال. عليها تحط صباحة على السبب الأول. السبب اللي هو فأر الصومال وجوع الصومال وتفتت الصومال. والسبب بالإضافة إلى الصيد هي الزبالة. الموضوع أساسه زبالة وطريقة علاجنا ليه زبالة في زبالة. ترجمة نانسي قنقر